السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائلات ربط وطالبات وأولياء أمور الصف الثاني الأعدادي إن شاء الله متابعين مع بعض المنهج من خلال كتب الدراسية المختلفة كتاب جيم كتاب بايبات كتاب المعاصر فيديوهات موجودة على القناة بإذن الله ناخد مع بعض الوقت تدريبات عامة على الدرسين الأول والثاني من الوحدة رقم 7 كتاب بايبات عندنا هنا بداية صفحة 19 أول سؤال بيقول الحوار التالي أو السطر ده مهم جدا بيعرفني المحادثة بين مين ومين وكمان بتتكلم عن إيه نقرأ كده مع بعض يقولي رشاد عمر رشاد وعمر رشاد وعمر يعني يتحدثان يتحدثان عن بيتكلم مع بعض عن عن أنواع التكنولوجيا تمام يبقى هنا رشاد بيقول تعرفي الكتير أو تعرف الكتير عن التكنولوجيا عمر رد عليه لسه معرفناش هنا رشاد بيسأل بيقوله what type of technology do you use every day إيه بقى نوع التكنولوجيا اللي أنت يوز بتستخدمه كل يوم بتستخدم كل يوم إيه من أنواع التكنولوجيا يبقى هنا يعرف عن التكنولوجيا ولا لا يبقى يعرف الكتير يبقى هنا ممكن يقوله إيه ممكن يقوله يس يس إيه يس آي دو يس نعم بعد كده ويو تحول إلى آي ودو هتنزل زي ما هي يبقى يس آي دو هنا بيقوله what type of technology إيه نوع التكنولوجيا أنت بتستخدمه كل يوم هنا عمر رد عليه رشاد سأله عمر قاله أنا باستخدم الإنترنت ده حتى أتواصل معي لكي أتواصل مع أصدقائي وكمان نلعب الألعاب أونلاين عبر الإيه عبر الإنترنت يبقى هو بيقوله أنا باستخدم إيه باستخدم الهاتف الإيه باستخدم الهاتف المحمول تمام يبقى يقوله أنا باستخدم الهاتف المحمول بتاعي كل يوم يبقى أنا يعني أستخدم باستخدم الهاتف الإيه المحمول بتاعي كل يوم باستخدم الهاتف المحمول كل يوم فقال له حاجة قال له أنا باستخدم الإنترنت ده عشان أتواصل مع أصدقائي يبقى هيقوله إيه لماذا؟ طالما قال له لكي يعني يبقى السؤال بواي وي لماذا؟ ماذا؟ إيه السبب اللي بيخليك تستخدم الانترنت يبقى واي عندي هنا الفعل في المصدر إذن فعل مساعد بتاعه في السؤال هيكون دو عاي كده في الإجابة بتطلع له في السؤال بتبقى يو يبقى واي دو يو ليه إنت بعد كده الفعل في المصدر ليه إنت إيه يوز ليه إنت بتستخدم الانترنت الانترنت ليه إنت بتستخدم الانترنت هنا رشاد بيسأله اسأله عمر قال له احيانا أحيانا أنا بيكون عندي بعض بعض المشكلات المشكلات online عبر الانترنت يبقى هنا السؤال ك Pam إنت عندك مشكلات عبر الانترنت يبقى عندي هنا السؤال إيه السؤال بتاعي هيكون إيه بهل عندي ده فعل أساسي عندي هاسأل في المضارع بإيه دو وهنا هتطلع في السؤال هتبقى الفعل في المصدر يبقى هل لديك او هل عندك مشكلات اونلاين عبر الانترنت مشكلات اونلاين هل عندك مشكلات اونلاين هل عندك مشكلات عبر الانترنت ايه احيانا رشاد بيقول ايه اللي ينبغي عليك ان انت تعمله لو انت قلق من شيء ما عبر الانترنت لو انت هل قلق من حاجة على الانترنت يبقى انت او اونلاين يعني عبر الانترنت هتعمل ايه طبعا هيقوله المفروض علي ان انا ابلغ مثلا والدية او درس بتاعي هيقوله هنا يو هتحول الى اي واي معها ايه اي معها شاد انه ينبغي علي بعدها الفعل في المصدر اختل ان انا ايه اخبر ماي بيرانس المفروض ان انا اخبر ماي بيرانس يعني ايه والدية بعد كده اجيب لي السؤال الخاص بالايه بالاختيرات وراكم واحد في الاختيرات بيقول هنا بحب ان انا استخدم ايه لكي استمع الى الايه لكي استمع الى ميوزيك الموسيقى هاتف محمول هستخدم ايه بقى استمع به للموسيقى طبعا هستخدم شارجر شاحن هيت فونز الايه سماعة الازن لاب توك ولا ميكرو فون طبعا هستخدم هيت فونز اللي هي ايه سماعات الازن لكي استمع الى الموسيقى رقم اتين ايهاف انيو فون انا عندي نيوفون هاتف جديد وعليه ايه بقى بيساعدني ان انا اعمل او اقدي الواجب المنزلي اكيد عليه ايه تطبيق جناح ولا هاتفون سماع طبعا عليه تطبيق كده بيساعدني ان انا اعمل الواجب يبقى ذات هاتف عندي تلفون جديد ذات هاتف الا عليه عليه تطبيق طبعا اب هنا اختصار لكلمة عليه انا بتطبيق بيساعدني اعمل واجبي المنزل التطبيق ده بيساعدني في عمل الواجب المنزلي رقم ثلاثة يعني هل ايه هل تعتقد ان احنا سوف نقط اقار ان احنا سوف نخترع صيارة ما بتعملش او ما بتسببش اي تلوث تفتكر ان احنا هيكون عندنا حاجة زي كده صيارة لا تسبب اي تلوث كلمة يخترع يعني ايه يعني بعدها المصدر تفتكر ان احنا سوف نخترع صيارة لا تسبب اي تلوث رقم اربع ايام الجمعة ايام الجمعة عندي شوبين جال قبلها على طول بستخدم دو او دز او دد على حسب ايه الزمن بتاع الجملة بستخدم دو لكن لو ما كانش جاب دا وجاب شوبين على طول كنا اخدنا جوز يبقى بيتقوم بالايه بالتصوق بتتسوق في ايام الجمعة طالما اجال قبلها فاصل بستخدم دو رقم خمسة بيقول هنا اللي هي سيارات الكهرباء السيارات التي تعمل بالقهرباء في المستقبل والعالة اللي بيجي بعدها الفعل في المصدر احنا هيكون عندنا سيارات كهربائية او سيارات تعمل بالقهرباء في المستقبل طالما عايز هنا والبعدها المصدر يبقى نختار سوف يكون عندنا او سوف يوجد سوف يوجد سيارات تعمل بالقهرباء في المستقبل رقم ستة بيقول هنا ايه واندينا نقطهم يعني عايز اقول هنا زي قاعدة ايه اف بيجي لبعدها ايه زمن مضارع بسيط الجملة التانية بيبقى المصدر عايز اقول هنا لو دينا تأتي للبيت هر انت عمتها سوف هتقابلها عايز المضارع بسيط دينا مفرد ولا جامع مفرد مع المفرد الفعل ويأتي وبه يبقى عندما دينا تأتي للمنزل بعد كده هنا عايزين اه او جايب لي هنا صفحة 20 بسقر رقم سبعة بيقول نقط عايز يقول لو يعني يكون عندي وقت فراغ كفاية سوف اخرج مع اصدقائي لو عندي وقت فراغ كده لو فاضي اخرج مع اصدقائي عندي قاعدة ايه قاعدة اف جالي بعدها ايه ايه اللي بيجي اللي بعدها مضارع بسيط والجملة التانية بتبقى والمصدر المستقبل بسيط هي ايه هي اف لان وقت وها ودو دي كلهم صغة اسئلة وطمة او ماذا او كيف دوب معنى هل في الاول يبقى لو عندي وقت فراغ كفاية هخرج مع اصدقائي تعالوا بقى نشوف تصحيح الخطأ لو هم يعملوا بجد او لو هم ايه يكتهدوا المدير هيعقبهم ايه تقول يعني لو هم ما اكتهدوش او ما اعملوش بجد اللي هو المدير يعني يعاقب سوف يعاقبهم يلا بقى نجيب الجملة من اولها عند قاعدة عايزين بعدها ايه بعدها مطارع بسيط ذي مفرد ولا جامع جامع بيجي معها ايه بيجي معها الفعلة في المصدر طب بان فتب يلي بنف ويلا بسيط اذا لم يعملوا بجد سوف يعاقبهم يبقى بان بان فيه في زمن المضارع البسيط مع الفعل جامع بدونت والمصدر يبقى دونت وارك رقم اتنين اف هده نقطه كيرو لو هده بتسافر او بتذهب للقاهراشي والبيل سام نيو شوز هتشير بعض من الاحزية الايه الاحزية الجديدة انا عندي هنا قاعدة اف بيجي اللي بعدها مضارع بسيط هده مفرد ولا جام هده مفرد مع المفرد الفعل يضاف له الايه الاس او الاي اس او الاي اس اصلي الفعل بتاعي جو بينتهي بالاو مع الفاعل المفرد بضاف له انا الايه والاس يبقى اف هده جوز توكيرو لو هي هده تذهب للقاهرة سوف تشتري بعضا من الاحزية الجديدة رقم ثلاثة هي والفيل طاير فين طاير يعني يشعر بالتعب هو سوف يشعر بالتعب او ان هو ايه متعب اف هي نقط لو هو ما نمشي بشكل ايه كويس لو ما نمشي كويس بعد اف بيجي المضارع بسيط هي مفرد بنفي في زمن المضارع البسيط مع الفعل مفرد بتازنت والمصدر طب هو جايب للمصدر يبقى دي انت هتبقى ايه هتبقى دازن رقم اربع اي اون بلاي انا سوف لالعب اوتسايد انا سوف لالعب بالخارج مش هخرج لالعب بره اف ات نقط تمرو لو الدنيا تمطر تمرو غدا تمام يبقى عندي هنا قاعدة اف بيجي لي بعدها مضارع بسيط ات مفرد ولا جام ات مفرد تمام طيب بيقول لي هنا ايه 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 يعني ايه ات صايد انا سوف لالعب بالخارج اف ات لو هي ايه يلاحظ كده هو جايبها لأصلا صحيح هيبقى هي برضو هيها دي الجملة بتاعت دي صحيحة سوف لالعب بالخارج اف ات رينز تمرو لو تمطر غدا بعدها بيجير مضارع بسيط مع الفعل لابد ان يأتي به الاس وجعلتي المعنى برضو بتاحها مضبوب انا مش هلعب بالخارج لو الدنيا تمطر غدا يبقى كده اصلا جايبها لصحيحة مش محتاجة تصحيح رقم خمسة الشي نقط ساكسيد ان يعني ايه يعني ينجح في هي سوف لا تنجح في في الامتحان او الاختبار القادم ده هي ماهرة جدا او زكية طالما زكية يبقى مش هتنجح ازاي لا يبقى عندي هنا ايه يبقى هي هتنجح في الامتحان او في الامتحان القادم يبقى بدل وانت اختصار والنط هتبقى يبقى هي هتنجح لاني مكمن لي هنا ويقول لي هي ماهرة يبقى سوف تنجح رقم ستة واطول احمد نقط احمد هيعمل ايه لو يعرف ترث لو يعرف الايه لو يعرف الحقيقة هيعمل ايه يلا نشوف يبقى عندي هنا السؤال في المستقبل البسيط بولول مصدر رقم واحد كلامة الاستفهام رقم اتنين والرقم تلاتة الفاعل اي فاعل وبعد كده عندنا عايزين الفاعل فيه ايه في المصدر المصدر وهو دو رقم سبع ايه صارة لو صارة نقط ماتشورك لو عندها عمل ايه كتير كده اكتر من لازم مش هتشوف التلفزيون مش هتبقى فاضية بعد ايه عايزين زمن ايه مضارع بسيط صارة مفرد ولا جامع مفرد المفرد بياخد هاف لا طبعا بياخد ايه بياخد هاز لو هي هاز ماتشورك عندها عمل كتير عبقى نشوف عايزنا نكتب هل انت مع او ضد التسوق عبر الايه الانترنت وده اصلا متجاو في نهاية الوحدة وكمان بيزن الله قدم لكم اهم البروغرافات للترم التاني الصف الثاني الاعدادي